بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب كلية العلوم قسم الأحياء تحية طيبة وبعد النهاردة بنكلم على الحبليات وبنكمل كلامنا في محاضراتنا النهاردة في الرأس حبليات صفى لم سيفالو كورداتا سيفالوس أو سيفالو اللاتن تير معناها برضو هدي يعني رأس مقدمة الجسم فالسيفالو كورداتا شعبت الرأس حبليات ليه يسموها رأس حبليات لأن الحبل الظهري يمتد بطول الجسم بما في ذلك منطقة الرأس أو الهد وبالتالي سموها الرأس حبليات زي ما نشوفنا في المحاضرات اللابلكية ده وقلنا الأسيديا من الذيل حبليات ليه قلنا من الذيل حبليات لأنه هو وجدوا الحبل الظهري موجود في منطقة الذيل فقط وطبعا كان موجود فيه الطور اليرقي لارفالستيت جسلوها يشبه بوزنيب لكن هنا في المثال النهاردة في شعيبة الرأس حبليات أو السفالو كورداتا الحبل الظهري يمتد بطول الجسم بما في منطقة الرأس فنضم إلى شعيبة الرأس حبليات تضم حيوانات صغيرة سماكية الشكل مثل حيوان السهيم أو الأم فيوكسس مستدق النهايتين اسمه كده بالعربي مستدق النهايتين أو السهيم لأنه شكل السهم بس صغير فسموه السهيم لإسم تاني الإسم اللاتيني وبرانكيستوما لانسيوليتس النهاردة نتكلم باختصار كده أول حاجة في الهبتات البيئة اللي هو مكان المعيشة أو الموطن يعني كلمة هبت يعني موطن عادة هبت عادة هبت سعادات لما أقول لك هبتات تبقى البيئة أو الموطن أو مكان المعيشة يوجد على امتداد شواطئ البحار في حفة رملية بموجود كده في حفة رملية زي ما أنت شايف في الصورة دي ويظهر منه جزء الأمامي للجسم عشان بحسن عن الغذاء يعني فقط قد يترك الحفر ليلا ويسبح ثم حرا وبعد كده يرجع تاني في الحفر بتاعته وبتالي هو حر المعيشة غير متطفل بمعنى أدق أول حاجة الشكل الخارجي الشكل الخارجي هو مدبب من كلا الطرفين مستدق النهيتين شفاف لأن جسمه يفتقد أو جلده يعني زي ما نشوف في الوقت يفتقد للصبغات أو الخلايا الصبغية الميلانوفورس يصل طوله من خمسة سبعة سنتيش بيستمك في الشكل له ثلاث زعانف زعنفة زهرية زعنفة ذيلية وزعنفة بطنية كما أنه يحمل ثانيتين جلديتين متابلورال فولدس ثانيتين عن أحية الجنبية من جانبي الجسم خصوصهم من منطقة الأمامية كما يتميز بوجود ما يسمى بالقلنصوة الـ و هل�로قة الفمية أو يسموه الاورال هود دي المنطقة الأمامية، والاورال هود أو الرأس الأمامية تحمل ذؤابات فمية ، يعني هتلاقي جسم عمل كده مثلا هتلاقي الجسم كده، هتلاقي ده ده القلونسوة الفمية، المنطقة دينء القلونسوة الفمية بمنطقة الفهم دهوف scanning theres 1000 an-fit, Alors, their shape. يعني طبعا الجانبين كدا، على الدارة دي كدا هتلاقي فيه الذؤابات الفمية والأورال سرائي مفردها سرس وجمعها أورال سرائي تحوي القلونسور الفمية تجويفاً نسمى الديهليز ده المكان اللي يفتح بعد الفم على طول في المنطقة الفم يسموه الديهليز أو البيستيبيول بعد البيستيبيول هتلاقي على طول فيه الأتريم أو البهو يبقى فيه فم فتحت الفم دي بما فيها من لوامس بعد كده فيه الفيستيبيول وبعد الفيستيبيول هتلاقي فيه الفراغ يعني الموجودة اسم البهو ده شكل بوضح لك التركيب السحيم أو الأنفكسس أو زي ما قلت لك بسموه البرانكيوستوما برانكيوستوما لانسيوليتس في البداية خالص هتلاقي فيه الأورال هود اللي هو القلونسورة الفمية بما فيها من تنتيكلز اللي هو لوامس أو الأورال سراي قلنا عليها هناك سراي أو سراس مفردها بعدها على طول فيه تجويف صغير كده اللي هو الفراغ ده اللي هو اسمه الديهليز أو اللي احنا قلنا عليه الفيستيبيول ده الديهليز والفيستيبيول ده مقدمة الجسم أو الريسترام البوز يعني بعد الديهليز على طول هتلاقي فيه زي ما قلنا فيه تجويف خالص اسمه تجويف البهو هذا تجويف البهو ده اللي هو الجزء الفاضي الأبيض ده ده الأتريام والأتريام يفتح بفتحة اسمها إيه؟ أو موجودة خالصة فتح اسمها الأتريو بور أو فتحة البهو جوه اللي فتحة البهو ده والكلام ده هتلاقي فيه بعد الديهليز على طول هتلاقي فيه الخط كده طلع لأسفل كده لوار جزء ده كده فيه فتحة صغيرة في النص الجزء ده بسموه الفيلم بسموه الفيلم اللي هو النقار حاجز عضلي موجود كده الفيلم ده يحمل من الأمام لوامس للأمام كده أدنسنقات عضلية للأمام كده بسموها الويل أورجن اللي هي فتحة الفم فتحة الفم على طول تفتح في في الجسم الكبير معظم الجسم وكده تلاقيه يحمل الفيرنكس ده الفيرنكس أو البلعوم والبلعوم بيتميز إن فيه شقوق خيشومية جالسليتس عددها 180 نواحدة بينهم من بعضها جيل بورس عوارض خيشومية والعوارض خيشومية نوعين هنكلها ملعوم بعدين بعد البلعوم على طول هيبقى فيه المريء القصير المريء جزء ده الصغير ده بعد المريء يبدأ تبدأ إيه المعدة المعدة يطلع منها جزء صغير كده ممتد للأمام كده اللي هو بسموه الهباتكسيكم أو الردب الكابدي أو الأعوار الكابدي اللي بيحل محل الكابدي هو كابد غير حقيق بعد المعدة يبقى فيه الأمعاء الجزء البسيط اللي يمتد للإنتستن يعني اللي بتفتح بوسط الإنص قبل الزيل قبل نهاية الزيل على طول كده اللي بحاطة طبعا بزعنفة الذيلية اللي بسموها الكودة الفين وده طيب هنا عندك هنا كودة الفين زعنفة الذيلية أو ترك عندك تلت زعانف في كودة الفين وفي الفينتر الفين الزعنفة البطنية الموجودة ده اللي بتبدأ من بعد فتحة البهو اللي الإنص وزعنفة الزيلية الظهرية الموجودة على طول النحية الظهرية طيب فوق قناة الهضمية نلاقي فيه ما يميز بقى الحبل الحبليات السهيمة والحبل الظهري نوتو كورد جمع قلنا بمتدل المنطقة الأمامية في الرأس عشان كده قلنا عليه الرأس الحبليات فوق النوتو كورد خلاص تعودنا ندايمن فوق النوتو كورد هتلاقي فيه الدورسل نير بكورد أو الأنبوبة العصبية النحية الظهرية ده باختصار الشكل العام للسهيمة ليه انت تقدر تشوف الأحشاء الداخلية لأن الجسمه شفاف ليه لأنه مفيش في الخلايا الصبخية وبالتاني انت حتى تقدر تشوف في الوقت الجوندز الجسم الكائن الحائل نفس الكلام تشوف الجوندز موجودة وعددهم 25 نتكلم عليهم بعدين وما بالغير قنوات التنسلية الجهاز الجلدي أو الجهاز نتكلم عليه بالتفصيل أول حاجة طبعاً أي جهاز جلدي لازم يتكون من بشرة وأدمة اللي هو البشرة اللي هي البشرة اللي هي زي ما نتكلم عليه بعد كده ونشوف أي جهاز جلدي لازم في الأجهزة المختلفة في الحائلات المختلفة من الكلم عليها أول جهاز بسيط خالص لما كلمنا حتى في اليوروكورديتز قلنا فيه منتل اللي هو البورنوس بيحض بالتونيك طبقة اللي هي الخارجية الغلاف الخارجي والجلدي اللي قلنا عليه فيه طبعاً كمية من السلولوز وهذا طبعاً جلدي بدائي جداً لكن هنا يبدأ عملية التطور شوية ويتطور جهاز الجلد أكتر ويبقى بشرة وأدمة البشرة هنا مفروض إن لو هي بشرة متطورة تبقى بسموها استراتفايد اسكواماس إبيثيليم من نوع ده يعني مفروض تبقى طبقية طلاقية عديدة الطبقات لكن هنا لأنه لسه برضو بدائي من الحملية البدائية اللي هي البورتوكورديتز فهو برضو طبقة واحدة من الخلايا عمودية طبعاً كده بتبقى طبقة واحدة استقرأة للقاعدة عليها طبقة إيه جلدية بسيطة خارج طيب بعد كده جلد بسيطي بسيط جداً ليه هو بسيط؟ لأنه طبقة واحدة من الخلايا رقم اثنين بدون مستقبلات حسية جلدي مش حساس لأنه مفيش فيه أعضاء حس مستقبلات حسية الصفة الثالثة اللي تخلي الجلدي ده بداقي برضو أنه هو بدون غدد يبقى طبقة واحدة من الخلايا بدون مستقبلات حسية بدون غدد رقم اربعة أنه هو كمان بدون خلايا صبغية بدون بيجمنت مفيش هنا بيجمنت وبالتالي انت تقدر تشوف ايه؟ تقدر تشوف الأحشاء الداخلي يبقى ليه الجهاز الجلدي فيه سهيم جلدي بداقي لأن البشرة فيه تتماس بأربع صفات بدائية طبقة واحدة بس من الخلايا مش عدد طبقات بدون مستقبلات حسية بدون غدد وبدون خلايا صبغية تحت اللي بدرمس هتلاقي طبقة صغيرة اسمها الجليد وتحت الجليد بعد الجليد هتبقى فيه تحت ايه؟ الجليد وكلهم عبارة عن مادة جلتينية بألياف بسيطة الألياف اللي بعد الجهاز الجلدي هتلاقي فيه مجموعة من الألياف والعضلات يعني اللي هي الجهاز العضلي يعني ونكلم برضو معه على الحركة بتاعت الجهاز العضلات عبارة عن قطع مخططة يبقى نوع عضلات مخططة من الألياف العضلية وتفصل مع بعضها البعض بحواجز يبقى أنا مثلا جزء كده وهي شكل علامة اكبر من بالشكل ده كده الجزء ده يبقى ده من ضقت الرأس والجزء ده يبقى فيه خلف الحيوان أجزاء كده موجودة بالشكل ده عضلات مخططة كده بينها وبعضها إيه؟ الحواجز العضلية هذا الحواجز العضلية الحواجز ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نسيق دوم النسيق الدوم اللي هو كان تحت الجلد والقليد هو تحت الجليد يطلق عليها حواجز عضلية والقطع العضلية متكررة بطول الجسم الأخر من البدد الجسم اللي نهايته وهذا ما مميز له إيه؟ الحبليات بشكل عام إن العضلات مكررة القطع العضلية اللي هي مايو توم مايو تومز ده اسم بالأكد لا تدنيك معناها اسمها القطع العضلية تشبه علامة أكبر من متجهة للأمام وعلامة أكبر من رأسة كده للأمام وده للخلف يسمح للسهيم الجهاز العضلية ده يسمح للسهيم تخليه يسبح يعني للأمام والخلف وبالتالي عنده إيه؟ ممكن تحرك للأمام ممكن تحرك للخلف عن طريق انقباض بس بدقة العضلات دي بدأت من منطقة الرأس أو منطقة الخلف بتاع الجسم نتيجة انقباض إيه؟ القطع العضلية الموجودة بالشكل ده الجهاز الجلدي ثاني بشكل عام البشرة عبارة عن صف واحد من الخلايا العمودية ترتكز على عشاء القاعدي يتخلي لها خلايا كأسية بسيطة تبرز المخاط ويغطيها من الخارج طبقة من وجلية ده الرقيقة طيب الأدمة عبارة عن طبقة رقيقة من نسيج الضام يتخلي لها نهاية العصبية أو عدمات أي نسيج عضلي نسيج ضام سوري أي نسيج ضام لابد أن يكون فيه نهاية عصبية وأوعية دموي ده شكل يوضح لك الجدار الجسمة وجهاز العضلي طبقة واحدة من الخلايا زي ما قلنا ترتكز على عشاء القاعدي فيه طبقة جلدية صغيرة للأمام فيه خلايا كأسية بتفرز المخاط خلايا مخاطية بعد كده هتلاقي فيه الأدمة الأدمة زي بقولنا نسيج ضام بسيط خالص نسيج ضامه بيمتد كمان عشان يفصل ما بين مايوتومز أو القطع العضلي يبقى ده قطع عضلي مايتوم وده مايو سيبتم حاجز أو فاصل عضلي ده برضو شكل تاني للجهاز الجلدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر